بما أن حدك توقعت قبل كده صيف 20-24 والشتة اللي جاي كمان توقعتك اي حالان يعني انه الصيف ده هيكون اكثر سخونة والشتة كمان هيكون هيكون شكله عامل ازاي هو الصيف ده اكثر سخونة بس مش هيستمر لفترات اطول يعني الصيف ده ينتهي بـ 21-9 يعني اللي هو تلات شهور الصيف العاديين هيبتدي بقى هيحصل سويتش من النينو للنينا فبالتالي انينا هيحصل بقى يعني عكس الطيار بدل من الشرق للغرب هيبن الغرب للشرق فبالتالي يحصل انخفاض معدل درجات الحرار الشتة اللي جاي ده هيكون شتة كارس جدا مع احتمال وجود امطار بكميات كبيرة جدا فبالتالي هيكون يعني فيه ناس بيحبوا الشتة ده فيه ناس بيستمتعوا بالشتة اللي هو بارد مع الامطار هم تحب الشتة العادي اللطيفة الدافئ يعني لكن الشتة السقيعة والحر الشديد لا انصار هذا المعسكر بيحب ولا انا ده نفس الكلام هو للأسف الشتة اللي جاي ده هيكون يعني قارس البرودة الحاجة برضو اللي عاوز انوه لها في حيطة بقى لصيف الحالي احنا ازاي نتصرف لان انا برضو لازم يكون الانسان لدور بس درجات الحرار يا دكتور يعني هتوصل لكامي يعني احنا بايني بنشوف دلوقتي بدنا تخطى الخمسة واربعين هتبقى فيها اعلى من كده لا هي تتخطى الخمسة واربعين بمعدلات ديت وصلت في بعض يعني وصلت في أسوان خمسين سجلت خمسين لكن هي الناس اللي هتعاني بشدة هم الصعيد احنا هنا المناطق بتاعتنا القاهرة وواجه بحري درجة الحرار هي خمسة واربعين ستة واربعين مش هتزيد عن كده يعني المعدلات ديت هيبقى المعدلات المتوسطة لكن زي ما بقول لحضرتك الاجمل بقى انها ببص تلاقي ان السواحل دايما جو فيها جميل وبالذات منطقة منقول السحل الشمالي ومحيطة منطقة العالمين هيكون من المناطق اللي هي جميلة جدا خلال فصل الصيف لكن خلينا بقى نكون لنا ايه الدور الإيجابي يعني احنا برضو نسيت اقول من ضمن الحاجات اللي مؤثرة على الجو بتاعنا في الصيف الحالي هو الانفجارات الشمسية الانفجارات الشمسية يعني الشمس ليها دورة كل 11 سنة بيبتدي آخر سنة بيكون معدل استثارة بتاع الانفجارات بيكون زايد شوية احنا للأسف بدينا كان 2003 ظهر الانفجارات الشمسية في نتجة الموجات الجيومغناطسية وبناء عليه حصل مشاكل في السويد انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة حصل دربة الموجات ديت المولدات الطاقة في الجنوب أفريقيا للأسف الشديد المفروض ده بيحصل كل 11 سنة لكن لقيت ان الانفجارات الشمسية خلال الفترات الماضية ان بدأت تحصل كل فترات قريبة يعني هنا من أربع عسابيع بقدأت الانفجارات الشمسية المشكلة في الانفجارات الشمسية ان الناس ما يعرفوش ايه النواتج السلبية عن الفجارات الشمسية بينتج ان نتيجة الانفجارات الشمسية ينتج الأشياء الجيومغناطسية فبالتالي كل الأجهزة والمعادن بتتأثر حتة الكونيكشن ما بين الطايرات بتحصلوا بيحصل نوع من الخلل فبالتالي كان فيه تقرير اتعامل قبل كده وكن ياليا دور فيه انا اتكلمت كتبت فيه ان زيادة معدل الحوادث بتاعة الطايران او فجدان التقريرات خلال الفترة الماضية زاد النسبة 55% ده بسبب ده نتيجة الانفجارات الشمسية او الاشعة اللي هي الموجات الجيومغناطسية حيث تتبقى ان الترشيد في استلاك الكهرباء والطاقة هنا المفروض بنوضح للناس ان مع زيادة الانفجارات ديت وده حاليا يعني انا بتابع دايما الويب سايت بتاع وكالة ناسا الانفجارات الشمسية معدلتها زايت حاليا معرتفعة درجات الحرارة هيبتدي برضو يزيد بنهاية الاسبوع ده فبالتالي ده هيكون له مؤثر سلبي على مؤلدات الطاقة والكهرباء فبالتالي ايه دوري انا في الموضوع ده انا دوري انا كواحد مفروض ان انا اساعد الدولة في ترشيد استلاك الطاقة ازاي يعني انا عندي دلوقتي البيت وانا قاعد في البيت المفروض بدل معه ده ايد انوار البيت كلها انا قدوا واحدة مكان واحد بحيث ان انا اقل او يكون عالدي الكلام ده يعني